نقلت عشرات المواقع الاردنية الالكترونية تصريحات بثتها وكالة ايسن الايرانية منسوبة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني قال فيها ان بلاده حاضرة في لبنان والعراق مشيرا الى ان ايران بامكانها التحكم في الثورات العربية لتوجهها نحو العدو وان هذه الامكانية متوفرة في الاردن في المقابل نفت السفارة الايرانية في الاردن التصريحات المنسوبة لسليماني واكد السفير الايراني ان المواقف الرسمية تخرج فقط من رئيس الجمهورية والحكومة يأتي هذا الجدل بعد حديث عن تقارب في العلاقات بين الاردن وايران التي اضطال متسمت هذه العلاقات بالبرود والجفاء حيث زار وزير الخارجية الاردني ناصر جودة ايران اوائل الشهر الجاري كما بعث الملك الاردني عبدالله الثاني برسالة تهنئة الى مرشد الجمهورية الايرانية علي خامينئي بمناسبة السنة الفارسية وكذلك رحبت وزارة السياحة الاردنية بالزوار الايرانيين الراغبين في القدوم للمزارات في الاردن التصريحات المنسوبة لسليماني ليست الاولى لمسؤولين ايرانيين بشأن تمدد ايران في المنطقة العربية فقد نسبت تصريحات لمسؤولين سياسيين وعسكريين منهم علي يونسي مستشر رئيس الايراني حسن روحاني الذي قال ان ايران اليوم اصبحت امبراطورية كما كانت عبر التاريخ وعاصمتها بغداد حاليا ايران لا تخفي مطامعها في المنطقة اذ باتت تتحكم بشكل او باخر بشؤون اكثر من بلد عربي ففي سوريا يؤكد المسؤولون الايرانيون ان تدخل الحرس الثوري والجماعات الموالية له انقض دمشقى من السقوط بيد المعارضة وفي العراق ايضا استطاعت ايران صناعة حكومات موالية لها للتحكم بالقرار السياسي كما ظهر قاسم سليماني وهو يقود بعض المعارك في العراق تحت انظار المسؤولين الامريكيين ناهيك عن التمدد الحوثي في اليمن والسيطرة على صنعاء وهو الذي لم يكن له ان يتم دون دعم ايران وكذلك ولاء حزب الله في لبنان لايران والمحاولات المتكررة من قبل الايرانيين للتدخل في شؤون البحرين متغيرات كبيرة تشهدها المنطقة والساحة الدولية فالبعض يرى ان ايران استطاعت ان تفرض نفسها كقوة سياسية وعسكرية في المنطقة اجبرت الغرب على التفاوض بشأن برنامجها النووي الا ان البعض الاخر يرى ان الولايات المتحدة ترغب في استدراج ايران اكثر فاكثر للغوص في الرمال المتحركة في المنطقة ضمن استراتيجية الصبر الاستراتيجي التي تتبعها الولايات المتحدة